ليس أكثر وقعا من بطش سياط السلطة سوى إخفاء أنين المعذبين بها وليس أقبح من انتهاك حقوق الإنسان سوى تهشيم حرية أناس مغيبين مخفيين في سجون سرية لا يعرف ذوهم شيئا عنهم فهل ثمت إيلام كانتظار صوت من مجهول؟ تحرم سجون العراق على الحقوقيين الباحثين عن كلمة يتفوه بها سجين خلصة لتسرد مكابدته وزملائه من القهر والظلم خلف القضان فتعلن وزارة العدل منع فرق مفوضية حقوق الإنسان في العراق من دخول السجون إلا بموافقة منها بحسب عضو المفوضية فاضل الغراوي الغراوي اتهم وزارة العدل بإخفاء الانتهاكات التي تحصل ضد المعتقلين في سجونها مستشهدا بشكاوى ومناشدات من ذوي النزلاء في سجن التاج المركزي عن انتهاكات يتعرضون لها خلف أسوار السجن الذي يحوي الآلاف مصادر حقوقية أكدت لصحيفة العرب الجديد أن سجون العراق تضم آلاف السجناء ممن لم يعرضوا على القضاء ولا يعرفون حتى جرمهم وعلى الأغلب اعتقلوا بسبب تشابه الأسماء أو لأسباب طائفية عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية هيفاء الأمين قالت إن قرار وزارة العدل يخالف معايير حقوق الإنسان إذ لا يجوز منع الجهات الرقابية من الدخول إلى السجون ومتابعة ما يحدث فيها متحدثة عن منعها شخصيا من زيارة سجن الناصرية لإخفاء ما يحدث هناك النائب عن اعتلاف الوطنية لطيف الورشان أكد هو الآخر أن السجون مليئة بالمعتقلين الأبرياء ما يفاقم معاناة ذويهم مع منع وزارة العدل الكشف عن الأسماء أو السماحة بالزيارة نهيك عن من فقدوا بعد السجن عقب انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب وهو ذاته ما أقر به النائب يحيى المحمدي حين قال إن مؤشرات الانتهاكات عالية في العراق وتحمل دلالة على ظلم كبير يرتكب بحق المعتقلين وبحسب الوقائع يكون وصف المسالخ البشرية هو الأقرب للسجون في العراق وفقا لقصص الرعب في تقارير المنظمات الحقوقية وشهادات الناجين من زنازين الموت فإن كان هذا يحدث في السجون فلا يحق للسائل أن يستفهم لماذا يثور الناس ترجمة نانسي قنقر